الفصل 40 آلام الظهر بسبب حصوات الكلا نظرال إنكليتي كتقعان باتجاه ركوت تحتالق فصال صدري فقد كونا لصعب معرفة ما إذا كان لأول مال ذي تعاين منه يفتلك المنطقة يؤين من ظهرك أو كليتك يمكن أن تساعدك الأعراض ليتن تعاين منها يفو معرفة مصدر الألم كيفية التفريق بالألم موقع الألم ونوعه وشدته يهي بعض الأشياء ليتستكون مختلفة اعتمادا على ما إذا كان الألم ناتجا عن مشكلة يفو كليتيك أو ظهرك موقع الألم يتم الشعور بألم الكلا يف الخاصرة وهي المنطقة الموجودة على جانية العمود الفقري بأسفل القفص الصدري ولوركي يشعر بألم الكلا أعلى وأعمق يف جسمك من ألم الظهر يحدث عادة يف جانب واحد من جسمك ولكن يمكن أن يحدث يف كلا الجانبي قد يؤثر ألم العضلات على أحد الجانبي أو كليهما لكن ألم الأعصاب عادة ما يؤثر على جانب واحد فقط نوع الألم عادت ما يكون المالك لا حادة إذا كان لديك حصواتي فالكلا ولمخفيف إذا كان لديك عدوى لني ازداد الإمرسوء مع الحركة ويخطي فمن تلقاء في سهدون علاج يفحي إن آلام أظهر بسبتورطال هي كلال عضليت تبدو كإنهاء المباهة إذا أصيب العصب أو تهيج فإن الألم هو إحساس حرق حاد قد ينتقل إلى أسفل الأرداف إلى أسفل ساقك أو حط قدمك إشعاع الألم إذا كنت تمر بحصوات الكلا فقد يتقلب الألم مع تحرك الحصوة يف بعض الأحيانين ترش ألم الكلا يشع إلى الفخذ الداخل أو إسفل لبطن يفحي إن آلام أظهر من العضلة عاد ما تبفي فالظهر وقدين ترش المال إعصاب لا أسفل ساقك الأشياء اللي تجعلها أفضل أو أسوأ عادة لا رش يجعل الألم أفضل حتيت متصحيحة لمشكله مثل تمرير الحجر في حي إن آلام أظهر منه هي كلال عضليه أو الشوكية قد تزداد سوءا مع الحركة أو إذا كنت تجلس أو تقف لفتة طويلة قد يتحسن الأمر إذا قمت بتبديل المواقف أو التجول الأعراض المصاحبة لآلام الكلا إذا كنتم صابة بعدواي فالكلا أو حصوات يفالكلا في قد تعاين إيضام حماوك شعريرة الغثيان واليفئي البول الغائم أو الداكن الحاجة الملحة للتبوي لألم عند التبوي لعدوا حديث يفالي مثان متترى الطبيب بمجرد تحديد ما إذا كان الألم قادما من ظهرك أو كليتيك فكر يفزيار طبيبك للتقييم والعلاج يجب أن ينظر إليك دائما إذا كنت تعتقد إن ديك عدواي فالكلا أو حصوات الكلا علاج آلام الكلا لعلاج ألم الكلا يحتاج طبيبك أولا إلى معرفة سببه قد يستخدمون اختبار واحدا أو أكرت لمعرفة سبب الألم تشمل هذه الاختبارات اختبارات البول لفحص البول بحثا عن الدم والتوتوية ولكثة من خلايا الدم البيضاء وغتها من علامات مشاكل الكلا المحددة فحص بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطيع المحوس بالبحث عن حصوات الكلا أو غطها من المشاكل الجسدية الحل الوحيد هو أن يصف الطبيب مسكنات الألم وأحيانا السوائل بينما تمنح نفسك الوقت لتمرير الحجر ومع ذلك هناك مضادات حيوية لالتهابات الكلا وكذلك العلاجات المتلية تشمل العلاجات المتلية استخدام الحرارة في المنطقة تلية تشعر فيها بعدم الراحة والحفاظ على رطوبتك وتناول مسكنات الألم المضادة عند الحاجة أفضل نصيحة للحفاظ على صحة الكلايه ممارسة الرياضة والحفاظ على رطوبة الجسم خاصة يفي التقس الدائف أو عند ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صاد يح والإقلاع عن التدخي اشتركوا في القناة